السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وخواتي حياكم الله جميعا في عام 1935-40 في العقد الثالث تقريبا أخواني من القرن الماضي حصلت السالفة مع أحمد وأحمد في هذاك الزمن بداية أخواني الانتقال من بيوت الشعار إلى المنازل الطينية أو من صخر أو من حجر ودف وجوائز في هاي المرحلة أحمد أخواني يتيم الأب ويوم صار عمره تقريبا 15 أو 16 سنة أيضا والدته توفت يوم ده وفت والدته قاعد بنفس البيت وبيت طبعا شعر وزغير وكذا فاخترح علي عمه أبو طارق قال له بما أنه هاي الأرض ملكنا يعني وعندك فيها أحمد زارع فيها بستان من لما كانت أمه وهذا البستان تقريبا متوسط للعمر أخواني للسماء أثمر وأيضا المي بهذاك الوقت شحت صارت قليلة فاقترح علي عمه أبو طارق قال له يا أحمد أنت لازم خلاص يعني صرت شباب لازم تعتعمد على نفسك وتدير أمورك لازم تغير هذا البيت تعمر لك بيت وفعلا أخواني يعني عمه أبو طارق رجال طيب وساعدوا بهالموضوع عمر له دويرتين هي تشدفوا جوايز على الماشي بسد هالبستان وشاب يعني 16-17 سنة بدأ يشق حياته شح علمي أخواني بهاي المنطقة قال له عمه أبو طارق أحمد لازم تحفر له كبير وطبعا نجيب لك شخص يعرف يحفر البير بل كي الله يطالع لك مي بهذا البستان بهاي الأرض وما تضطر أنه تنقل المي من مكان بعيد طبعا هو ينقل كان المي للسجر وللبستان من مكان بعيد والله يعز ينقله على الثور أو ينقله على جحاش على مركوب يعني أخواني فعلا أحمد راح على رجال ينقال له أبو اسماعين أبو اسماعين هذا يحفر آبار وهاي شغلته مختص بهذا الموضوع فقال له أبو اسماعين ابشر أنا أجيك إن شاء الله باجري فعلا يوم جاء أحمد على أهله خبر عمه قال له تقاطعنا على السعر أنا وأبو اسماعين يريد هالمبلغ الفلاني تايحفر للبير قال له خلاص توكل على الله إن شاء الله خيريا فعلا ثاني يوم أخواني جاء أبو اسماعين ليحفر البيار وبدأ حدده طبعا مكان بموجب خبرة أبو اسماعين يعرف الأماكن اللي ممكن يكون فيها مي أو مي غزير وكذا كونه بهلكار هذا ربما صار له ثلاثين أربعين سنة يحفر آبار للعالم حدد له مكان بلبستان نفسه بأرض أحمد حدد هذا المكان وبدأ يحفر أبو اسماعين طبعا أخواني هذا البير يكون واسع قطره تقريبا متر أو متر ونص ويتسع باتجاه الأسفل يصير يعني بالنهاية بعد حوالي 10 متار أو 15 متر يصير قطره حوالي متر ونص أو مترين بدأ أبو اسماعين يحفر وأول يوم طبعا يحتاج البير أخواني حسب ما قالونا حسب طبعا قساوة الأرض وطبيعة الأرض يحتاج يعني من أربع تيام إلى أسبوع في اليوم الثالث أخواني يوم وصل أبو اسماعين للمتر الثاني أو الثالث كان طبعا لما يجي أبو اسماعين بده يتغدى ويفطر على حساب أحمد يعني ضيف ويعتبر ويشتغل عنده فأثناء ما جاب الغدى أحمد لأبو اسماعين كان طالع من البير مو موجود جوه طالع من البير أبو اسماعين حط الغدى ودحق على أبو اسماعين قالو طبعا شال غراضه أبو اسماعين العدة يعني القزمة والهاضي شالهن وشال شاكيتو أو فروتو وقال له والله أنا بصراحة انبرق ظهري دحق علي أحمد قالو سلامتك إن شاء الله ما في شي كذا قالو لا والله بس انصابيت شوي ضربت بالقزمة وكأنه ظهري انبرقي قالو زينب أبو اسماعين أقعد تغدى وروحي ما بي مشكلة قالو لا والله أنا شوي يعني ما أقدر ما أقدر آكل وكذا حين يا أخواني استغرب أحمد يعني يبدو على أبو اسماعين أنه يمشي طبيعي ما في شي غدا ما أكل الغدا والوقت متأخر الدنيا عصر صارت ومشى يعني فكر اختلطت الأمور على أحمد هل أبو اسماعين زعيل حدا زعلو شي راح سأل العالم كذل جهال الأطفال يا جماعة حدا جعل أبو اسماعين رجع الغدا شايلو على بيت عمه أبو طارق قال له أبو طارق شبيك إن شاء الله ما بشي قال له والله أبو اسماعين شالغر هذا ومشى يعني ليش شبيك كذا قال والله ما أعرف يعني الرجال طيب ما تغدى قال له والله ما تغدى قال والله انبرق ظهروا قال له والله هذا اللي يشتغل يعني الأعمال الشاقة فعلا جايز هذا الأمر المهم أخذوا الموضوع طبيعي قال أبو طارق تهروح نشوف أبو اسماعين الأحمد طبعا المسع يعني تعرفون يعني انصابوا بأرضهم وكذا ببستانهم لازم يشقون عليه ويزورونه جوا سلموا عليه قالوا لهم والله أبو اسماعين مو موجود يعني هم راحوا على بيت أبو اسماعين بالقرية طبعا قرية شوي بحيدة عنهم شوي يوم وصلوا على البيت سلام عليكم السلام قالوا لهم أبو اسماعين وينه سلامته إن شاء الله ما على قلبه شار تعرفوني يعني الكلام واجب قالوا والله شبيه أبو اسماعين يعني زوجة أبو اسماعين مريم اسمها قالت والله أبو اسماعين طلع يعني من جه المسع المغرب يعني بعد المغرب وطلع قالوا لها والله انصاب يعني برك ظاهروا قالت ها انصاب يعني استغربت مريم زوجة أبو اسماعين إنه ما يعني كأنه ما في شي طبعا هنا زاد يعني شك أحمد شوي بالموضوع المهم اخواني مشه ورجعوا على أثرهم على أهلهم أبو اسماعين مو موجود قالوا يجوز راح يطب بحاله وراح يشوف حدا طبيب عرب كذا باليوم الثاني زاد زارو قالوا له هاو باسماعين قال لهم والله ما في شي الحمد لله رحت على فلان طبيب الفلاني وكذا وداس اللي ظهري كذا سوالي سخن لي عملي طب عرب زينة باسماعين إن شاء الله تكمل الجليب البير قال لهم والله بتاع نشوف إن شاء الله باتشير يعني راح وتركوه يومين قالوا ويستريح رجال مصاب وكذا ما ما جاء أبو اسماعين رد ورجعوا عليه قالوا يا أبو اسماعين ما تكمل الجليب حفرت يعني ما ظل شي إن شاء الله تخلصه وكذا والله أبو اسماعين مو هاي سوال فمو حول القالة ها أبو اسماعين قال والله يا جماعة شوفوا واحد خيري ليش إن شاء الله ما بشي رد أبو طارق قال له الأجر بالنسبة للأجرة ترى شوي جوز بازارك أحمد ما عجبك الهاي قال له لا 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 مو مسألة أجرتي ولا مسألة شي بصراحة والله ظهري يوجعني ظهري مبروق ظهري مدريش بي كذا طبعا رجال ما بشي قاعد مقابلهم ما في شي مشوا شلون قالوا قال والله شوفوا واحد غيري منه نشوف قالوا والله روحوا على فلان قالوا والله رحنا على فلان رجال يحفر آبار لكن رحنا عليه جوز يقول ليش أبو اسماعين ترك وما يكمل شغلك قالوا لا بس إذا ما كمل قلوله أبو اسماعين يقول كمل لأنه انبرق ظهري فعلا راحوا وجابوا رجال ونزلوا بالبير وساعدوا أيضا وانطوا إجرى زيادة تعرفون عقب هالموقف هذا قالوا يجوز زعانا أو اسماعين يجوز صار عليه شي كذا كمل هذا الرجال وحفر البير وطلع البير ومي حلو زين مناسب للزراعة ما يمر أو كذا مناسب للزراعة فعلا أخواني راحة الأيام هذا أحمد أخونا أحمد ظل يفلح بها البستان أثمر البستان أحوال شوي تحسنت يعني شاف له بنت حلال من بنات عمه وساق عليها تزوجها وجاء منها ولد وبنت هذا أخواني بعد سنين يعني ويتفاجأ أحمد بنته الزغيرة واللي اسمها أميرة كان عمرها بهذا الوقت أخواني حوالي أربع سنوات تقريبا بارتفاع درجة حرارتها وصار لازم أنه يتصرف لأنه وضعها خطير وأخواني هنا القدر قاعد يحيك نفسه بده يظهر الحقيقة مهما كانت يعني من أبسط الأمور أخواني من مرضة الطفلة هاي نبدأ بكشف الحقيقة وكشف المستور بهاي القصة شال بده ياخذ بنته على المدينة مثل ما تقولون وفي عنده طبعا بهذا الوقت ما كان عنده سبحان الله أخواني أي مال يعني بده ياخذ بنته على الطبيب إجباري ولكن ما عنده مشان تكاليف العلاج في عنده أمه أم ورسته له تركية ذهب أو فيها يعني التركية أخواني حلق يعني الحلقة اللي حطب الإذاني ذهب وحدة فقط يعني يعني فردة وحدة أم ورستها الأبنها أحمد ومحتفظ فيها وغالية عليه جدا ولكن مرض بنته أميرة كان سبب أو مبرر كافي أنه ياخذها يحاول عند الصائغ يا إما يبيعها أو إما يرهنها وياخذ مال يعالج فيه بنته فعلا أخواني من الصبح شال بنته وطلع أيام زمان البوستات يعني تلاقي سيارة وحدة تشيل الخط كله فعلا أركب هو وبنته أمورة أميرة وشالها على الطبيب بداية مر على الصائغ صلى مع الصائغ أصبح يعني الساعة ثمانية ونص تسعة سلام عليكم السلام قال له والله عندي هاي التركية أو الحلق هذا وأريد أبيعه أو أسترهنه وأخذ منك مبلغ معين مشان أعالج بنتي وأرد لك هذا المبلغ في تاريخ محددي قال له الصائغ أي يعني هاي لعبة جديدة يعني أنتوا تلعبونها قال له يا ابن الحلال لا والله لا لعبة جديدة ولا شي تحب تشتريها تشتريها تحب قال له لا لا مو مش أنسعر وأسترهنها وكذا ما عندي مشكلة أسترهنها وعنديك مال أو أشتريها ما عندي مشكلة بس شوف لي هذي قال له شني هذي قال له هاي أختها أخت التركية تبعتك يعني وهذا ذهب قديم فيعني أنتوا إذا لقين كنز وذهب وكذا فتعالوا بيعوا وأشتريه منكم كامل لا تخافون أنه أشتكي عليكم أو كذا أو هاي تعالوا جيبوا كامل يعني ليش يعني جاعد جيبوا لي يا بل مفرق يعني قال له يا ابن الحلال لا كنز ولا ذهب ولا شي هاي التركية ورثتها من أمي قال له أيوة الله يرحم أمك طبعا بلهجة أخواني أنه مو مقتنع الصهيقين قال له والله يا ابن الحلال الله وكيلك هاي من وعيت على الدنيا موجودة عند أمي ويوم هاي ورثتني إياها انطتني إياها وخليتها ذكره لذلك قلت لك أريد أسترهنها قال لي طيب والرجال أيضا هذا اللي جاب القطعة الثانية قال له والله ما عارف يا أخي قال له لا لا أنت من وين قال له والله أنا من القرية الفلانية قال له تمام الشخص اللي جاب هاي القطعة ومعاها أيضا كم قطعة النوب ينقال له أبسماعين قال له أبسماعين من أبسماعين قال له رجال جاب لي نفس الأخت الحلق هذا أخت التركية هاي جاب لي إياها رجال ينقال له أبسماعين من القرية الفلانية من قريتك قال له ها أيوا زين خير إن شاء الله أنطني أنطنى التركية وأني أدبر أمور إن شاء الله طبعا راح هذا أحمد وراح على شخص ثاني ادين منه فلوس وخلى الحلق موجودة التركية عنده لأنه خلاص يعني أبسماعين إجا اسمه الذهب خلاص يعني مناته في شيء وأيام ما إجا أبسماعين تحفر البير وقطع هاي القطعة أكيد هو اللي لاقي ذهب أو لاقي شيء أثناء ما كان يحفر طبعا هاي الأفكار ما ترتبت أخواني فورا أخذ بنته أميرة عالجها ورجع على هاي ورجع على عمه أبطار قال له واحد اثنين ثلاثة الصائح قال لي أبسماعين جاب أخت التركية هاي أو الذهب هذا قديم عيار 24 معروف قديم يعني فأنتوا إذا لقيتوا كنز أو كذا لم أحلل هذا الموضوع قال له عمي يعني خلاص يعني واضحة أنه أبسماعين يوم جاء وحفر البير قال له طيب أبطارق والدتك يعني أم أحمد منين جابت هذا الحلق قال له والله ما عارف يعني هذا أنا من لما كنت صغير موجود عندها لكن ما سألتها أنه منين جبتيه أنت أو أنت لقيته بلبستان ما سألتها منين أنت جايبة هاي التركية قال له عمه أبطارق ما إلك إلا أتروح على هرمت أبسماعين واللي اسمها مريم وهي بنت حلال وكذا وبدك تسولف معاها تفهم منها هي ما رح تخفي عندك يعني طبعا في صلة قرابة شوي بيناتهم بعيدة يعني وفعلا أحمد راح على بيت أبسماعين طبعا إخواني يوم جاء على بيت أبسماعين وسأل قالوله والله أبسماعين طلق مريم من حوالي خمس ست سنوات من قديم يعني طلقها وتزوج عليها حرمة وحرمة ثانية ووينك ووين أبسماعين أبسماعين شيخ شيخ أبسماعين قالهم زين وين بيت أهلها مريم هاي قالوا له بالمكان الفلاني طبعا هو عنده فكرة طلع راح باتجاهها اجعل مريم قالها يا مريم أنت تذكرين يوم جيت أنا وأبو طارق عمي مشان يحفر النبير أبو اسماعين أيام زمان من خمس ست سنوات قالت له نعم أتذكر قالت طبعا بعد ما صرف معاها وحلفها يعني قالت له والله بالنسبة لأبو اسماعين من بعد ما حفر البير عندكم ما حفر بير نهائيا خالص عند حدا ومن بعد هذه اللحظة ما بي بحوالي شهرين أو ثلاثة طلقني وتزوج حرمتين ما دري ثلاثة مع عدل لي سيئ بهن وتبدل حاله صحيحة هنا رجع مباشرة أحمد على عمه أبو طارق وقال له قال له زين هالسع تأكدنا احنا شن السالفة طبعا هذا أبو اسماعين طلقها يا مريم اللي كانت صابرة على فقره وكذا بالنهاية خلاص لهم صار عنده ماله وكذا خلاص انتهت صلاحيتها المهم أخواني قالوا بدنا نطلب أبو اسماعين على الشرع وفعلا ويطلبون أبو اسماعين بدوا يقعد على الشرع يريد ما يريد فعلا أخواني جابوا على الشرع قالوا له تحلف يمين قالوا ما أحلف عن إيش قالوا له تحلف يمين إنك ما لقيت ذهب أبستان الرجال هذا واللي اسمه أحمد قالهم ها والله ما لا ما أحلف يعني ما يصير بدك تحلف كذا جابوا في أيضا أخواني يسمونها سابقا البشعة معروفة عند البدو البشعة يسخنون حديدة معينة عن نار على الجمر مثل السيف أو كذا ويكون بها لسان المتهم بعدين يتمضمض بالمي في ناس كثير تعرفها أخواني أنا ما أعرف مدى صحتها أو كذا بعد ما يتمضم الم المي إذا فرق سلسانه فمعناته هو كاذب إذا ظل السانه طبيعي هو صادق هاي البشعة أخواني كشرح لها غير أنا مو أتبناها المهم أخواني ضغطوا على أب اسماعين قالوا له تحلث يمين وعى البشعة وكذا وهي تشهد المهم أعترف أب اسماعين قالهم والله أنا لقيت يوم نزلت وجاب للغدا فعلا أنا كنت لاقي وموهت المكان اللي لقيت فيه الذهب ولقيت به حتى مجوهراتيا يعني عبارة عن كيس أو صرة معينة لقيت فيها ذهب ولقيت فيها جواهر مجوهراتيا قالوا له زين تحطهن كامل هذنه ويرجعن الأحمد قالهم شلون كامل أنا لقيتهن قالوا في أم أحمد التركية هاية يعني الفردة هاية كانت موجودة عند أم أحمد إحنا ش درانا ما هذا المال كان إلها المهم أخواني رجع قسم كبير من هذا الذهب والمال الأحمد هذا اليتيم المسكين الفقير وأخذ هو قسم منه كونه وجدوا فعلا المهم تشارعوا ووصلوا لهذا الحل ولكن أخواني شنون سبحان الله تعتمرض بنت أحمد الزغيرة من البداية يعني تيحفر هذا البير وكذا سبحان الله شنون الأقدار ساقة أحمد الهاي الهذا الكنز هذه سالفتنا اليوم وإن شاء الله تكون نالت أو حظيت على رضاكم واستحسامكم أخواني وخواتي اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وخواتي حياكم الله جميعا عبدالإله وعبدالله أخوان سوريين في عام 1996 عبدالإله شاب عمره حوالي 24 أو 25 سنة ارتبطوا ببنت اسمها مونة ومونة ما هي من العيلة بنت يعني من عائلة ثانية ارتبط فيها عبدالإله وخطبها وتزوجوا تزوجوا عبدالإله ومونة وكان طبعا في أول يوم لما دخل عبدالإله وفي اليوم الثاني كان عبدالإله طبيعي جدا كعريس يعني تجي الناس سلم عليه أصدقاؤه كذا يهنونوا بزواجه شخص طبيعي مثالي عريس ما في عليه أي شيء عبدالإله أخواني دارس حقوق وعنده شهادة المحامة عبدالإله في اليوم الثالث الفجر عبدالإله كان بده يتحمم فكانت مونة زوجته موجودة بالحمام وهو بالغرفة تبعته تتفاجأ مونة لما دخلت على الغرفة منظر طبعا أخواني فضيع جدا شافت عبدالإله معلق حاله على المروحة وشانك حاله عادم حاله يعني هذا عبدالإله من حوالي عشر دقائق تقريبا اتحمم وما في أي شيء دخلت دخلت شافت هالمنظر مونة صيحت صرخت يعني تعرفون موقفها يعني والساعة يعني حوالي أربعة أربعة ونص صبح بعد صلاة الفجر تمت الناس الأهل العيلة الجيران كذا كل شيء الناس اجت بالقرية شن السالفة قالوا والله عبدالإله انتحر شلون انتحر يا جماعة صرفوا غير هالسالفة يعني شخص غير عبدالإله يعني ممكن ممكن يعني شخص غير عبدالإله ما ينتحر فعبدالإله شخص متزن ورصين ومتدين يعني شنه ينتحر بالله يجماعة صرفونا غير هالسالفة قلوا لهم والله يا جماعة احنا جينا منا دخلت عليه الفجر بعد ما اغتسلت حمم ولقدتوا على المروحة معلق حاله وشانق حاله جاءوا على مونة تعايا مونة شن السالفة طبعا مونة ما صالها بالقصر إلا من البارحة العصر هي وعبدالإله تعايا مونة شن السالفة شن السالفة بصراحة أنا حتى عبدالإله كان يتحمام وكذا ويدعي ولكن أنا لازلت بنتي يعني هاي اليوم الثاني وعبدالإله ما أخذني شلون ما أخذش كذا هو كان يغتسل هو قال أنه دخلت بزوجتي وكذا قالت له والله يعني يقول اللي يقوله قالوا لها معناته انتي يعني شوف أخواني بهاي المراحل إنسان لازم شوي يكون خلونا نقول أوعى من القاء الاتهامات عن الناس وظلم الناس وكذا صح المصاب جلل يعني شب تزوج من يومين لو قوله شغل ما تتصدق الناس بدها تشكمنا يعني ولو من حيث الأسباب يعني هي ما عدمته أكيد بس ممكن تكون هي السبب المهم تعايمنا قالت لهم والله يعني ما عندي ألا أنه عبد الإله ترى ما أخذني طيب ليش ما حكيتي قالت شح وشنو أحكي يعني أحكي لمنه أقول لأمه مثلا ما أخذني يعني للأبو خلاص يعني صايرة صارت الكثير يعني ما أخذ يومين ثلاثة كذا ويأخذ حرمته وهو يعني ما حبت أسبب الإحراج أو كذا لأنه في عادات وتقاليد تفرض عليه أنه يأخذ زوجته بأول يوم تعرفون أخواني هاي العادات والكذا المهم قالوا لها معناته يا منا أنت استفزيت كونه يعني الشخص شعر ربما بالثمانية وأربعين ساعة هاي شعر أنه هو مثلا مو رجل كذا قالت ما استفزيت ولا سويت له شيء بالعكس يعني كنا عريسين مثاليين إلا أنه هو ما يعني ما أخذني ما أخذني بهذه الفترة إنما كانت علاقتنا وإحنا نعرف بعض من سنتين ثلاث وأنا أحبه هو يحبني قاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شنون يا جماعة روحوا تعالوا جابوا البنت أيضا أخواني يعني خلينا نقول ما هو تحقيق بس بدأوا ركزوا على مونة قالوا قالوا يا مونة إن كنتي أنت ما ضغطت عليه أو كذا وشنون من باب إيش الناس قالت والله يعني عبد الإله ما أخذ زوجته حس أنه هو مو رجل أو كذا فأخدم على الانتحار يعني هذا يعتبر مبرر غير كافي ولكنه عند الأشخاص الضعفاء يعتبر هذا مبرر كافي للانتحار المهم أخواني عبد الإله انتحر لقوم على الكحال وعلى المروحة وعادم نفسه وهي الأحداث والتفاصيل مونة قالت لهم أنا لازلت بنت عذراء وأني بالنسبة إلي ما كنت سبب ولا ضغط على عبد الإله ولا شي هنا أخواني شالوا عبد الإله ودفنوا وأقاموا والعزاء وبعدها زوجته اللي هي مونة راحت على أهلها ومشهد الأيام طبيعية ولكن ظلت حادثة عبد الإله غامضة يعني هي لما حكت لأهلها أيضا لما راحت على أهلها قالت لهم ما في أي شي أي سبب يعني ما عارف عاد هو إذا فكر ينتحر مو معقولة يعني كنا طبيعي ما في شي فجأة فجأة يعني أنا إجيت من الحمام لقيته معلق نفسه على المروحة وبس ما عرف شي أنتو ما تعرفونه ولاني مغب بشي ولاني الناس بدأت تشوف منا حتى أهلها يعني يعني ممكن هي توصلهم الخيط أو شي مستمسك معين ما بشي يا جماعة المهم إخواني بعد يعني حوالي ستة شهور أو سبع شهور كان أخو عبدالإله عبدالله في عندهم بستان يسقون بي وكان يقلم بالسجر وجدته أمه أم عبدالله جابت له الغدى وراحت لمت طبعا تغدى عبدالله طبيعي ما في شي بهذا البستان وكان يسق الشجر ويقلم وكذا يشتغل بهالبستان راحت أمه يعني حوالي ساعة ثنتين ونوص تقريبا على البيت قالت مشان أجيب له مي فعلا البيت طبعا أخواني مو بعيد يعني حوالي ميت متر أو ميتين متر راحت والدته تجيب المي يعني المسافة أخواني لأنه ركزه معاي رح يصير شي فعلا فضيع يعني راحت والدة عبدالله الوقت تقريبا اللي قضته بالبيت خمس دقائق تقريبا ورجعت يعني خلونا نقول مكسيموم كل الوقت اللي قضته عشر دقائق شنو شافت بهذا البستان لما نجدت ودخلت على البستان شافت المرجوحة أخواني في مرجوحة بالبستان للأطفال يعني عالية حوالي ثلث متار وفيها مراجيح عبدالله معلق على المرجوحة عادم نفسه طبعا والدته يعني بهذا الموقف مصدقة وممصدقة لسه مسافة خمسين سبعين متر عنه فتقرب تقرب تقرب طبعا الأم أخواني رادت تمسك يمكن يعني بلحظاته الأخيرة أو كذا رادت تحاول تساعد وما تعرف الله يساعدها يعني بهذا الموقف ما تعرف ش بدها تسوي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة الأم هنا أخواني من الهول الصدمة قبل عبدالإله وهذا عبدالله بنفس الحادثة يعدم نفسه الأم ركضت يعني فقدت عقلها ركضت بهالنزل بهالقرية يعني يعني الله يعينها على هال المصاب شافوا هاي الحرمة تصيح يعني جيبوها شيني هاي أم عبدالإله فكروا مشان عبدالإله رجعوا على نفس الحادثة جابوها مسكوها كانت تبكي وترجف وما تقدر تحجي يعني خلاص يعني خلاص فقدت عقلها المهم أخواني لبين ما جوا وإجوا على البستان بس صدفة يعني ناسين أنه هي كانت بالبستان وطلعت تركض ما على وجهها يعني فقدت أعصابها يعني إجوا على البستان شافوا عبدالله معلق على المرجوحة جيبوا يا جماعة بدأ الاصياح كذا تجيبوا شالوا عبدالله عدم نفسه المرجوحة جيبوا أرفوا أن والدته هي أول شي شافته طبعا أخواني انتظروا هم ممرين بحادثة عبدالله سابقا من حوالي ستة شهور أو سبع شهور هاي الحادثة الثانية من اللي شاهد عليها واللي هي أم عبدالله وأم عبدالله الوالدة يعني الوالدة ما صحت يعني لحوالي خمس أو ستة يام تقدرت تتكلم من الصدمة وكذا وبالعناية والمركزة وخواني حالة يعني جابوها تعاي شنو شفتي انتي قات ما شفت شي أنا جيت على البستان جبت له الغداء ورجعت حوالي 10 دقائق قبل كثير جبت له المي ورجعت رجعت شفته يعني كانت رجله تتحرك لما اجيت أنا وشفت الموقف هذا كانت تتحرك يعني يلفظ أنفاسه الأخيرة ركضت علي بدي أشيله ما ما قدرت أشيله ما قدرت أسويله شي كان منتهي فهذا اللي شصار معاي قال أولها أنت ركضتي به القرية يعني وعلى 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 مش هين أخواني الناس طبعا حادثتين أخوان يعدمون نفسهم ما هي معقولة ما صارت يا جماعة وفعلا الناس تحكي عنهم أنهم شباب طيبين وما في عندهم أي ملاحظة بالعكس المهم قالوهم طيب حلفوا يمين واحد من رجال الدين قال حلفوا يمين كذا قالوا فعلا هم من سنتين حلفوا يمين قالوا والله ممكن يعني ممكن اليمين إذا كان كاذب يطلع على صاحبه كذا المهم ما طلعوا بنتيجة يعني ما في سبب مقنع إلى أن اثنين شباب يقدمون على الانتحار المهم ارجعوا لما أثناء الحادث اخواني لما اجوا على عبدالله طبعا أنا حكيت لكم موقف مؤثر موقف الوالدة شنو اللي صار معاها يوم عبدالله اجوا ولقو يعني حوالي ساعة خمسة أو ستة المساء شالوا عبدالله على البلد على المدينة وطبعا اخواني شالوا على المشفى يحاول يحاولون انه يلاقون سبب معين ربما يعني صارت الاراء شيء عجيب غريب ربما يتعاطون شيء معين مثلا بالسر فعلا اخذوهم تحليل تشريح كذا دلة جنائية كذا طلعوا ما في اي شيء يدل لا انه مثلا مخدرات لا انه دو يذهب العقل يدفع للانتحار لا ما في شيء نهائيا من هذا القبيل اخواني بعد ما طلعت التقارير هايا شالوا عبدالله وودوا على المسجد طبعا تعرفون فغسلوا المغسل واللي اسمه عبدالسلام اللي غسل عبدالله اخواني هذا المغسل اجا غسل عبدالله طبعا كفنوا وشالوا عبدالله شالوا عبدالله ودفنوا دفنوا عبدالله وعالم من التساؤلات يا جماعة بل قرية قرية تقريبا شبه مدينة الناس صارت تتراوت قصصهم ومدى غرابة الشيء اللي صار معاهم مو معقولة اخين يقدمون على يعني حتى عبدالله اخواني يعني ما كان يعني كان مؤمن بالقضاء والقدر انه عبدالله خلاص انتحار وكذا ما هو متأزم الأمور مثلا خطر ببالهم انه هو من اجل اخو ومصير اخو عبدالله هو ايضا اقدم على انتحار لا ما فيه هاي الفرضية ما هي موجودة بالنسبة للناس والمجتمع المحيط بعبدالله المغسل عبدالسلام عبدالسلام في نفس اليوم اللي جابوا عليه عبدالله طبعا اخواني يعني شر البلية ما يضحك شنو اللي صار مع عبدالسلام عبدالسلام المسى يوم غسل عبدالله ورجع على البيت كانوا جالسين فيه ناس طبعا عبدالسلام هذا المغسل رجل عمره ستين سنة حاج بيت الله مرتين من حفظة القرآن شنو لقوا عبدالسلام قاعد يسوي طيب معلق حالو على المروحة لا اكيد تبادرت بذينكم عبدالسلام جايب بانزين وراشوا على نفسه وقاعد يدور قدام العالم الناس اللي قاعدة عنده في عنده تلاميذ ايضا التلاميذ اللي عنده اخواني قاموا عليه فورا يعني ما حد مصدق الشيخ عبدالسلام قاعد يكب على حالو بانزين وبدو قداحة مشان ينتحر يور نفسه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا جماعة شنو السال فين مسكو يعني لولا انهم كثيرين كان عبدالسلام لانه ما عاد ينمسك يعني فجأة اخواني الحادثة اجت العبدالسلام كان قاعد طبيعي راح جاب بانزين كبه على نفسه بدو قداحة مجان فجأة يعني صار صدقا يا جماعة هذا اللي صار مع الاشخاص واللي هم عبدالالله وعبدالله وسع عند عبدالسلام جابوا عبدالسلام قيدوه طبعا هو بحالة هستيرية بدو ينتحر باي طريقة يعني الطريقة اللي شوفها مناسبة ينتحر فيها بس يعني تعطيه سكينة مباشرة تعطيه مسدس فورا يقتل نفسه وطبعا يعني بدأوا قيدو مسكو جابوا شيوخ دين قروا علي قروا علي ما كان عبدالسلام يجوز او يعذل عن فكرة الانتهار شالو بسيارة وودو وين على بيته اخواني يوم مشاهدين هم وفوتو على البيت كان ما يقدر يتركونه فورا شخص بده يهلك نفسه اخواني هم قاعد يمسكونه ويقيدونه مضبوط وهو يفالت بوسط هاي المعركة في من الحركة اللي صارت في واحد من التلاميذ مسك خاتم كان لابسه عبدالسلام طبعا هم ما ش قالوا قالوا هذا يعني بعض الناس شغلة مو منطقية قالوا هذا انعدى من هذول اللي انتحروا قالوا شنو انعدى يعني شنو هي يعني فيروس يعني ما 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 في حدا ينعدي وبدو ينتحر يعني ما صارت يعني ما سمعنا بهذا الشيء لا بالعلم ولا بال المهم اخواني هم متعاركين مع عبدالسلام فصخوه خاتم كان لابس خاتم يوم فصخ الخاتم نام عبدالسلام هذا الخاتم اللي كان لابسه عبدالسلام يوم فصخوه من ايده هم ماسكين تعرفون اخواني بدهم يقيدونه بدهم وهو يفالته بده ينتحر معركة يعني لهم فصخوه هذا الخاتم نام مباشرة مباشر نام يعني بعد حوالي ربع ساعة او نصف ساعة فاق الشيخ عبدالسلام ها الشيخ ان شاء الله بخير شلون امورك قالهم شفيكم شفي ان شاء الله ما في شي ان شاء الله كذا قالهم شنو ان شاء الله يلمس بنفسه طبعا على ثوب وفيه بنزين قالهم يا جماعة ان شاء الله ما في شي شنو السال في قالوا شنو شنو السال فانت بدك تحرق نفسك انت كبيت على نفسك ما تشوف البانزين قالهم بلا شايف البانزين فيه ريحة بانزين على ثوب قالوا شنو شنو السال فانت انجنيت يا رجال يعني انت كان بدك تنتحر قالهم قولوا غيرها يا جماعة شلون انتحر يعني انا رجل متدين انا قالوا والله يعني ما عش نحن نعرفك ما في داعي تحكي بس انو انت اقدمت على الانتحار ولولا التلاميذ اللي مسكوك وكذا انت رحت اهلكت نفسك يا جماعة كذا طبعا بهاي الحادثة شايلين الخاتم ودخلو على البيت مع الهاي قالوا هذا خاتم الشيخ لو شافتوا زوجته الخاتم قالت هذا مو خاتم عبد السلام هذا مو خاتم الشيخ بحياته ما لبسوا والتلاميذ يعرفون يعني رجعوا الخاتم من البيت على المجلس قالو لهذا انتو شفتوا الخاتم من اين الشيخ عبد السلام لابس هذا الخاتم شافو طبعا الاشخاص المقربين من عبد السلام قالوا لا هذا مو خاتم هذا شيخ عبد السلام هذا خاتم قالهم لا هذا الخاتم بحوظ التغسيل شلون بحوظ التغسيل قال هذا اللي توفى اللي جابه علينا وغسلته آني يبدو أنه ساقط من واحد من الأشخاص أو من المتوفي نفسه قالوا منه هذا المتوفي قالوا شخص اسمه عبد الله من القرية الفلانية قالوا زين نروح نشوف شيني سالفت هذا الخاتم وطبعا لما نشافه الخاتم أخواني الخاتم أسود وفيه لما تركز مزبوط يعني تجيب مكبرة أو كذا تشوف عليه رموز وحروف وخزعبالات طلاسم فيه على هذا الخاتم ولكن ناعمة جدا أجوا على أهل عبد الله قالوا لهم يا جماعة هذا الخاتم شنو سالفتو قالوا والله هذا خاتم الله يرحمه عبد الإله قالوا لهم أيوة عبد الإله شنو سالفتو قالوا والله انتحر شلو انتحر قالوا والله لعلق نفسه على المروحة قالوا هذا الخاتم بعدين البسوا عبد الله أخوه يعني بعد فترة معينة لقاء أخوه بغراضه ولبسوا يعني طيب منين جاء هذا الخاتم جابوا مني قالت أمه احنا ما شفنا هذا الخاتم ممكن مونة رجع الشك على مونة الأولى الزوجة المسكينة اللي تعايا مونة هذا الخاتم انت أهديتي العبد الإله قالت لا أنا ما أهديته هذا الخاتم قالوا له شلون يعني خاتم لابسه ما تعرفين من وين هو بالعرس قالت بلى أعرف قال صديقي أهداني يا أما ما عرف منه صديقه هذا اللي أهدايا ما قال لي ش قالت لا والله ما قال لي ما قال لي منه صديقه اللي أهدايا كان بعلمه موجود وباليوم الثاني فعلا نلبسه أخواني هذا الخاتم ما عرفوا المصدر تبعه المهم بعد ما جابوا هذا الخاتم وحطوه على المجهر وفي ناس مختصين رجال دين شافوا قالوا هذا مكتوب عليه من الصفحة رقم كذا من دون أسماء طبعا من الصفحة رقم كذا من كتاب شمس المعارف الطلسم هذا موجود على هذا الخاتم كل شخص يلبس هذا الخاتم يقدم على الانتحار ولا زال طبعا أخواني ما يعرفون اللغز هل هذا الخاتم عبدالله لقاه هل اشترى هل فعلا مثل ما قال المنا زوجته أهدى يا شخص من ما تعرف قالت ما عرف قال لي أهداني يا شخص ربما هو مشتري هو ناقش عليه هذا الطلسم ما حدا يعرف أخواني يعني هذه سالفتنا اليوم سالفة عبدالإله وعبدالله الله يرحمهم ويرحمنا جميعا أخواني أخواتي هذه سالفتنا اليوم إن شاء الله تكون نالت أو حظيت على رضاكم واستحسامكم اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر